بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق الله العلي العظيم لا يوجد شيء أقرب إلى الإنسان من قلبه الذي هو مجمع انفعالاته ومشاعره وعواطفه وهواجسه مع ذلك هذا القلب الذي هو أقرب إليك ليس بيدك وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا القلب ليس بيدك هذا القلب متقلب بطبعه متلون بطبعه وإنما سمي قلبا لتقلبه القلب متقلب أقرب شيء إليك وهو ذخرك وهو كنزك الثمين متقلب هذا القلب المتقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أحيانا يفر من الشك أحيانا يفر من الاضطراب إلى الاطمئنان قالا ولم تؤمن قالا بلى ولكن ليطمئن قلبي أحيانا يفر من الاستقرار إلى الوجع إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه أحيانا يفر من العداوة إلى الرحمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألفه بين قلوبكم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذا القلب متقلب وأحيانا يصل إلى حالة الإنسداد التام يصبح قطع سوداء آه حياة فيها لا نبض فيها لا إحساس فيها يصل إلى حالة الزائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ختم الله خاتم يصبح هذا القلب مختوم بالظلمة مختوم بالإسوداد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة هذا القلب الذي هو أقرب شيء إلينا نخاف منه نخاف من تقلبه نخاف من تلونه نخاف أن يصل إلى حد الظلمة وإلى حد الغشاوة وإلى حد الختم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نخاف أن نصل إلى هذا الحد مرض الغفلة لمرض الإعراض هناك حالات ثلاث خطيرة تمر بالمؤمن تمر بالإنسان ومحلها القلب وموطنها القلب الحالة الأولى حالة التحسس تجد بعضا مننا متحسس يرتاب من كل فعل يرتاب من كل كلمة يتحسس من كل لفظة يحسب كل شيء وراءه شيء ووراء الشيء شيء هذا القلب المتحسس من كل شيء هذا القلب الذي يعيش دائما الهواجس والتحسس هذا القلب يعيش حالة مرضية هذه الحالة حالة خطيرة أن تتحسس من كل شيء أن ترتاب من كل شيء أن تتوجس من كل شيء هذه الحالة حالة مرضية تحتاج إلى علاج وهذه الحالة والعياذ بالله قد تكون أحيانا مصداقا للنفاق يحسبون كل صيحة عليهم يتحسسون هذه حالة خطيرة الحالة الأخرى حالة الميالية للشهوات تجد بعضا مننا كثير الميول كثير الإقبال على الشهوات على إشباع الغرائز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لم يقل النفس مياله لم يقل النفس راغب قال أمارة يعني تفرض رغبتها على الإنسان تفرض شهوتها أمر أمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هذا اللي يعبر عن القرآن المرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذه الميالية للشهوات مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وهناك حالة ثالثة وهي التي تصيبنا ربما جميعا تصيب المؤمن غالبا وهي حالة الإدبار أن يجد الإنسان قلبه مدبر لا أدري ما هو السبب فجأة يجد قلبه مدبر عن العبادة معرض عن العبادة بعدما كان منشرح الصدر بعدما كان مقبلين على النافلة على القرآن على الدعاء فجأة يجد نفسه مدبرا منصرفا غير راغب يخاف الإنسان أن تستمر هذه الحالة مع حالة الإدبار تشوف بعضنا مع الأسف جاف جاف يوم يمر ما في قرآن يوم يمر ما في نافلة يوم يمر ما في دعاء إيش جفاف كامل يعيش يبوس يبوس وقحط قلبه مقفر يابس ما فيه نبض أبدا لماذا؟ لأنه تمر عليه اليوم وليوما لا يقرأ شيء من القرآن لا يتنفل لا يقرأ دعاء هذه الحالة حالة الإدبار حالة خطيرة أن تستمر حالة الإدبار إلى أن يصل الإنسان إلى قبره إلى أن يختتم عمره ترجمة نانسي قنقر